وينضم إلينا من الرباط الدكتور المنتظر العلوي رئيس نقابة الأطباء المغربية مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة بداية سيد العلوي أختنم فرصة وجودك معنا لأسألك بداية عن التدابير التي قالت الحكومة أنها بصدد اتخاذها لتحسين ظروف عمل وعيش أطباء القطاع العام كيف استقبلتم الإعلان عن هذه التدابير؟ مساء الخير شكرا لإداعتكم وقناتكم موقرة ومن خلالكم كل المتابعين ومشاهدين تحية نضالية لأطباء السيادة لوجرح الأسنان القطاع العمومي ببلد العزيز المغرب نحن نخوض باسترسال نضالات من أجل تحقيق ملفنا المطلبي منذ سنوات وبدون انقطاع منذ تقريبا ثلاث سنوات الباري حواليوم كانت أول أيام لإضراب الخمسة المقررة لشهر غشت الجاري وكانت نسبة المشاركة بمعدل 70% نعم ملفنا المطلبي صلب سنعود إلى نسبة المشاركة لاحقا ماذا عن التدابير التي قالت الحقوبة أنها بصدد اتخاذها التدابير المعلنة في ظاهرها نحن أولا نرحب بكل الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تخفض من درجة الاحتقان لكن تبقى هذه التصريحات غير الرسمية لأنه حب ذا لو كانت اتفاق مكتوب وموتق ومثقف بسقف زمني لأنه لا نتق حتى في اتفاقات سابقة من قبيل البلاغات المشتركة لـ 21 دجنبير 2015 و26 أكتوبر 2018 وكذلك 24 دجنبير 2018 بقيت حبرا على ورق ولم تفعل للأسف لم تكن مثقفة بسقف زمني الآن هذه الإجراءات محمودة في ظاهرها نشكر المرافعة للفارق الوزاري على رأسي السيد الوزير لكن لا نظن أنها ترقى إلى مرتبة أن تحدى من صوت الاحتجاج للأطباء والصيدل والجراح الأسنان بالقطع العمومي لأنها لم تتطرق إلى الملف المطلبي وعناصره الأساسية وحتى لم تتطرق للشق الاستعجالي والملح من الملف المطلبي وخاصة تخويل الرقم السيدلالي 509 لكل الدرجات كمدخل للمعادلة لأنه من غير المعقول هذا مطلب أساسي وخط أحمر لن نتنازل عنه لأنه من غير المعقول أن تعامل الدكتوراه في الطب المغرب بما لا يليق من قيمتها إداريا فهي تعتبر كماستر ويعني نتخرج في بداية المصار الوظيفي نبتدأ بالرقم السيدلالي 336 وهذا ما نرفضه ويعني لنا نفس طويل في النضال يعني بكل أريحية لنا نفس نويل حتى يتحق ملفنا المطلبي وإن تعددت وتواترت الحكومات فنحن لن نزغ عن مسارنا النضالي هذه الإجراءات ربما محمودة لكنها لا ترقى للأسف إلى انتداراتها لأنها لم تصب حتى صلب الموضوع حتى الشقة الاستعجالة لملفنا المطلبي فيما يخص 50% للتعويضات التعويضات نخجل من ذكرها تعويضات أطباء اختصاصيين ابتداء من منتصف الليل إلى الصباح ربما بضع دريهيمات 3 دريهيمات لكل ساعة إضافية للأسف حتى وإن أضفنا 50% سبقى هزيل جدا ويخجل الإنسان من ذكرها إذا ضعفت أضعافا إلى العشرة ربما تكون مقبولة أما الآن فللأسف طيب سيد العلوي ما هي البدائل التي قد تلجأون إليها إذا لم تتحقق مطالبكم نعم النقابة المستقلة لأطباء الأخطاء العام هي في ننضال مستمر منذ سنوات وبدون انقطاع منذ تحوالي 3 سنوات 2017 و18 والآن 2019 حتى في الفطرة الصيفية لا نتوقف نعم استعملنا أشكال نضالية مختلفة من إضرابات ووقفات احتجاجية مسيرات بالعشرات وطنيا وجهويا أسابيع غضب الحيداد بلبس السواد كان آخرها مسيرة 29 أبريل الماضي بانطلاقا من مقر وزارة الصحاف تجاه البرلمان المغربي وكان حضور حوالي 4 ألاف مشارك 3500 إلى 4 ألاف وهذا مشاركة مشرفة لأن عددنا بالإجمال حوالي 11 ألف طبيب وصيد الوجر راحل إسنان بالقطاع العمومي في مواجهة 3 أربع إلى 4 أخماس تقريبا 80% من متطلبات المواطنين 36 المغاربة 36 مليون يعني نحن باعتراف الوزارة الوصية وزارة الصحة بأننا نقص هائل في الموارد البشرية ونواجه طلبيات مرتفعة جدا للتطبيب والعلاجات يعني كانت دائما شعارتنا وصلت الفكرة كيف تقيمون يومين من الإضراب قلتم أن نسبة الاستجابة أمس كانت في حدود 70% ماذا عن اليوم نعم فيما يخص المشاركة قلت بأنه كانت أدنى مشاركة 53% وأعلىها 91% بمعدل عام 70% نحن لا يسعونا إلا أن نشد على أيدي المناضلات ولمناضلين المتشبتين من ملف المطلبي وهذا يعكس مدى إيماننا بالملف المطلبي المعقول لأن هذا الملف مرتكز على أرضية صلبة لو كان مبني على باطل لما استمررنا في النضال ولا قد تعبنا من قبل نحن على صواب أكيد ونستمر بكل أريحية وبكل طول النفس إلى أن يتحقق ملفنا المطلبي أظن أن الإجراءات الحالية لا تفي بالحاجة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب أظن بأنه أقول بأن صوت الأطباء يعني أن الأطباء قد استلوا صوتهم من غمده وليس له بعد أن يغمد واضح طيب ما هي بقية المطالب التي تسرون على الاستجابة إليها لوقف إذرابكم يعني ذات أولوية نعم ملفنا المطلبين من نقاط متعددة أولها تتصدرها يعني تحسين ظروف الاستقبال وظروف الاشتغال ظروف استقبال المواطن المغربي بما يليق بكرامته حسب دستور 2011 نحن نناضي من أجل الكرامة أكيد لأنه الحق في الصحة حق دستور عالمي حق يعني عالمي متعارف عليه ونطالب باشتراط يعني وبتوفير الشروط العلمية والطبية يعني الدنيا المتعارف عليها دوليا وكذلك من المطالب التي لا محيد عنها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكل تعويضاته لكل الدرجات كمدخل للمعادلة كما قلت لمعادلة الدكتورة في الطب لا تعطاها قيمتها التي تستحق إداريا وهذا حيف وحيف كبير نحن لا نطالب سيدتي إلا بحقوقنا لا نطالب بالكماليات الكماليات تأتي فيما بعد نطالب بالحقوق هذا حق ضائع نطالب به وأيضا نطالب بإحداث درجتين فوق خارج الإطار وأيضا نطالب بمراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية نرى أنه يعني لا يجتمل لا يتوفر على شروط الإنسانية يستعبد الأطباء فلا يمكن بتاتا التوفيق طيب فيد علوي الحراسة 24 ساعة 24 ساعة نعم كيف تردون على الانتقادات التي توجه للأطباء في المغرب من طرف المرضى الذين يتهمون بعض الأطباء بابتزاز المرضى واستغلال ظروفهم السيئة للاختناء السريع هناك خلط ما بين القطاعات نحن أنا أتحدث باسم النقابة المستقلة للأطباء القطاع العام التي تمثل الأطباء السيادة والجراحي الإسنان بالقطاع العمومي وليس القطاع الخاص ولا القطاع الجامعي القطاع العمومي نحن تقريبا 11 ألف نحن اختارنا عن طواعية أن نخدم المواطن في خدمة المواطن الضعيف في المناطق النائية ولكن في ظروف صعبة كان الأولى أن تعلق على صدور النياشين والأوسمة لأننا نطالب بتحسين ظروف لاستقبال هذا المواطن نحن نعضره ونحن أيضا مواطنون 11 مواطن 11 ألف مواطن طبيب وصيدة الإجراحي الأسنان في خدمة 36 ألف مواطن عائلتي أفراد عائلتنا أيضا هم مواطنون عاديون نحن نقول في كل إضراب وفي كل حركة احتجاجية نقول شعار ونرفع شعار اسمح لنا يا مريض فالحكومة هكذا تريد نحن لا نحمل المسؤولية لأنفسنا المسؤولية تستحملوا حكومة ووزارة الوصية نحن أيضا ضحايا هذه المنظومة الصحية نحن نناضل من أجل تحسين الظروف من أجل المواطن وهذا أكيد من أجل المواطن نحن لا نبتزع أحد نحن نطالب بحقوقنا حتى لا نضطر إلى الابتزاز نعم سيدتي أشكرك رئيس نقابة الأطباء المغربية الدكتور المنتظر العلوي كنت معنا مباشرة من الرباط ونبقى في المغرب حيث دعت مجموعة من الهيئات المدنية الأمازيغية إلى المشاركة بكثافة في مسيرة ستنظم غدن السبت بمدينة أغادير جنوب غرب البلاد للاحتجاج على ما وصفوه عدم استفادتهم من الثروات وانتزاع أراضيهم وأعلن المرسد الأمازيغي للحقوق والحريات انضمامه إلى المسيرة وناشد في بيان جميع القوى الحية والديمقراطية في المغرب إلى مساندتها دعماً لما طالبها العادلة بحسب مجرأ في البيان في تونس دعا رئيس البرلمان بن ياب عبد الفتاح مورو رؤساء الكتل ومكتب البرلمان لعقد دورة استثنائية الأثنين القادم للضضر في مشروع تعديل الفصل التاسع والأربعين من القانون الانتخابي وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دعت البرلمان إلى تعديل هذا الفصل بما يتيح لها تقليص فترة التعن في نتائج الانتخابات واحترام الآجال الدستورية وعبرت هيئة الانتخابات عن تخوفها من تجاوز الأجال الدستورية في إجراء الانتخابات بـ 47 يوماً إذا تم الذهاب إلى دور ثاني في الانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في الخامس عشر من شهر سبتمبر القادم ارتفع عدد السياح الجزائريين الوفدين على تونس حتى نهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ونفى وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي روني ترابلسي ما يتم متداوله بخصوص تراجع عدد زوار تونس من الجزائريين مشيراً إلى أن مكانة هذه السوق التي ما فتأت تتطور تبقى هامة بالنسبة لتونس وأوضح الوزير أن عدد السياح الوفدين على تونس قد تجاوز خمسة ملايين سائح حتى نهاية شهر يوليو 2019 معتبراً أن الموسم السيحي يشهد نسقاً جيداً على غرار الموسم الماضي العاشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل وسط أجواء إيجابية الخرطوم تتم تحضيراتها لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق يضع البلاد على أعتاب حكم مدني أكثر من 140 مهاجر غير شرعي لا يزالون عالقين في المتوسط رغم قبول سد دول أوروبية استقبالهم بعد قليل